فممكن أداءه أو المساحة يظل مثل ما هو ما يتغير وعلى الناس يقولون أن الجهاز يصير بطيء بطيء بأجزاء يعني مو الفرق اللي مثلا نقعد ساعة لا ربع على ما أدخل على منيو أو أن يطلع لي مثل ما احنا شايفين بطيء لكن عادي يعني أقدر أستخدم الجهاز عادي ما يأثر على البرامج كاستخدام برنامج ممكن في بعض يعني الأحيان يعلق لكن مثل ما ذكرت لكم أهم شيء أو أهم عيب إذا سويت الجهاز بريك اللي هو البطارية غير شيء ما توقع في شيء زيادة بالنسبة حق البرامج في عندنا مثلا برنامج الماي واي أقدر أسوي التليفون ويرلس في عندنا ايكون هارفستر أقدر من خلال أن أقل أكثر من ثيم وأحضر كل آيكون ما هو الصورة اللي أنا أبيها خنشوف شنو البرامج اللي موجودة بالنسبة حق الجيل بريك في عندنا سايد أليت إننا أحلي في البرامج ما لا داعي يدخل على السيدية سايد قيت اللي هي الخلفيات الأساسية حق لما يكون الجهاز طافي مثلا بنفس السمج اللي شفتوه بنفس هذه الصورة ممكن أن أغيرها ممكن أن أغيرها حط ساعة أو أي شيء اسمها سايد قيت إنفيني بورد اللي ورية في ميالنا اللي ينزل اللي تحت كوك ريبلاي بالنسبة حق الرسائل لازم تدخل على المسج عشان تقدر أنك ترد على الرسالة من خلال هذا البرنامج ممكن بأي برنامج أو بأي مكان أنا موجود فيه أطيق ريبلاي وأرد عليه من دون ما أطلع من البرنامج اللي أنا قاعد أستخدمه ريسينت دليت من خلال أقدر أن أنا أسوي دليت حق المكالمة مكالمة مكالمة ما لا داعي أن أروح على المكالمات كلها مثلا في عندنا هذا الرغم دليت سوري دليت دليت سالفة دليت فشي حلو أنا سوي دليت حق شخص واحد ما لا داعي سوي دليت حق كل اللي موجودين شنو في برامج بعد اينو روتيتر ممكن أسكر بعض البرامج إنه ما خلي الجهاز يفتر فيها نفس الإيميل أو المسجات الايكون وذر ممكن أنا أحبها على يم الساعة هني يطلع للوذر شنو اللي موجود الوينتر كور الاسبي روتيتر أقلب الشاشة ففيه كذا برنامج كذا شغلة ممكن أن نستخدمها من السيدية من خلال أن نسوي الجيل بريك فهذا بشكل سريع محاسن ومساوع الجيل بريك هل أقدر استخد منه أو لا محاسن ومساوع الجيل بريك مثل ما شكتنا اللي حاب أن يسوي الجيل بريك ينزل البرامج هذي ممكن أن يستخدمها ممكن أن يسوي الجيل بريك لكن بالنسبة حق الآيفون 3GS أغلب الناس الآن يستخدمونه 3GS إذا كان جهازك 3.1.3 انسى الموضوع الحين لا تفكر بالجيل بريك مجرد أخذ الفيديو هذا كفكرة شنو الجيل بريك وشنو اللي تقدر تستفيد منه 3.1.2 ممكن أن تسوي الجيل بريك 3.1 3.0 أكيد تقدر تسوي الجيل بريك لكن ماكو 3GS موجودة الحين 3.1 أو 3.0 كل اللي موجود تقريبا مسوق 3.1 3 فأغلبهم ما يكون فيهم جيل بريك لأن يكون على الهوتروم وهذي الشغلة سكروا لأبل أن ما تقدر تسوي جيل بريك حق البرجيني في جيل بريك موجود لكن راح ينزلونه بعد ما ينزل الايباد 3G توقع على نهاية شهره بداية شهر خمسة راح ينزل الايفون الابريتنج سيستم لديد اللي هو 4.0 قاعد يشتوان عليه فمو شي صعب ولا هو شي مستحيل لكن ينطرون أساس ينزل الايباد 3G ونزلون لا بس الايباد 3G فالوقت ما راح يتطول على ما ينزل جيل بريك حق 3.1.3 بشيذي يكون خلص معكم شنو جيل بريك تكلمنا بشكل سريع شنو جيل بريك شنو يقدر استفيد منه في كذا شغلة وصلت كذا سؤال وصلني بحاب اني اجاوب عليهم خلونا يشوف شنو في كذا سؤال بحاب ممتج يلا شوف السمت على ما اقرأ السألة ممتجين السمت اللي حاطينهم ممتج اوكي اه سؤال من من psp p p p p p p p البرنامج اللي في اخر مقطع لك برنامج التحرير مستخدمت البرنامج الافتر افكتس استخدم برنامج الافتر افكتس عساس اسو الانترو في سوال ثاني اخوال اوكي شركة موبايلي كيف طبعا يا جماعة انا ما ادري شنو الموديلات اللي منزلتها شركة موبايلي او شركات ثانية اللي موجودة لكن ايفون مفتوح موبايلي ما في ارغام موجودة الحين حق بالنسبة حق الموديلات الامسي اذا كان موديل جهازك امسي يكون تقريبا على اغلب الظان انه يكون مقفول اذا كان امسي شي حلو سوف انا مريكم التيفيزيون الش حاطيه مالحين هم ايفون يعني كل مكان هم حقا لائيفون يارغو مشكلة الموجهة مرة خانية لا خلنحط على اللاسئلة ووو شو ما باقي شي وائدة بير خللونا نابد نزيل خلنا العساس نشوف لاسئلة ونجاوب عليها نحن نزيل منسا ويزوم لن يطلع الصور ثلاث الارب شلي اوكي اوكي سلام انا انا نعرف لكم في الفيديو في ورد النغمات في الايفون انا اضعوا الاشتراك في الاشتراك في القناة اي راسم رائعه انا اعلمه انا اقدر يساوي رناك حتى لا نداعي ان ينزل البرامج لديك انتحقهم دخلت blackberry وين اناقي ايفون مفتوح رسمي في جيل بريك التلازل مفتوح رسمي في جيل بريك حاليا ما توقع انه يكون موجود اغلب الاجهزة ينبيعون هاء اذا كانت بلكوايت تكون 3.1.3 ف اغلبها يكون حاليا مقفول يعني ما تقدر انك تنزل عليه جيل بريك فصعب انك تلاقي جهاز تقدر تسوي لجيل بريك الا ممكن انه بعد شهر تشتري يكون اوكي ميزانيتي 180 كحد اقصى ممكن تجدين 16 جيجا يمكن 16 جيجا اذا كان مستعمل ممكن يكون بها ساعة اتوقع 3GS ركبت عليه برامج ميسنجر فيسبوك نوت طقس كيف اني خلي طلع لطقس الدول اللي انا مهتمة فيها اهو اوكي بالنسبة حق ال weather اذا دخلنا على weather مثلا مثل ما احنا شايفين احاطي كويت سيتي اذا تب تغيرها راح تدخلوا على information تغط على الزائد طبعا اذا حطيت كويت ما راح يطلع لك شي search ما راح يطلع شي حق المدينة لازم تحط كويت سيتي اذا بتحط لك كويت لازم تحط كويت سيتي عشان تطلع لك كويت سيتي على حسب المنطقة وتقدر تختارها راح يطلع لك اذا حابين مثلا نختار دولة ثانية ام ابو ظبي مثلا ما توقع راح تطلع اوكي ابو ظبي ام رياضي هل تنكتب y او راي validate ويدو ما كلهم بامريكة اللي طلعوا ام ام sorry no result فهال الطريقة بس مجرد ان وهني تقدر تختار اذا كنت بي طلع لك بالسيليزيا والفهرنهايت تبغط اوكي تقدر طلع لك بعدين راح تطلع لك الوذر على حسب الدولة اللي انت اخترتها هذا من الصحيح